اشتركوا في القناة وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر حلاقة الشعر ورح يمكث طبعا في هاي المنزل لغاية الساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة مساء لينتقل بعدها لمنزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا بما أن القمر موجود في الحمل واستقر بالحمل فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشهدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدع الأمر لذلك وبرضو بينفع لأمور إلها علاقة بقصة الشعر وإقامة حفلة ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا زاوية واحدة اليوم هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11 و38 دقيقة مساء وهاي بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة لخلو المسار طبعا خلو المسار رح يكون يوم 26-11 بيبدأ في تمام الساعة 11 و45 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي في تمام الساعة 43 دقيقة صباحا يعني يوم 27 لا ينتقل لها برج الثور بالنسبة لعمر القمر القمر المحدد 10 أيام في تمام الساعة 11 و40 دقيقة بعد الظهر بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 30% القمر في الحمل حتى يوم 27-11 منتحس بنسبة 25% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 منتحسي بنسبة 35% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحسي بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج أي متقلب بين السعادة والنحوسة بنسبة 10% أما بالنسبة لبلوتو في الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر أنها تأتيك الفرصة يعني حاول أنك أنت تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع البدايات الجديدة ولكن مشكلة القمر بما أنه منتحس معناته منقول لك ما تضخم الأمور وما أعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وفقدانك للثقة بالنفس بجعلك شوي مزاجي أو برضو متقلب بالشخصية أو بالنفسية المريخ بما أنه سعيد معناته بعطيك ثقة بالنفس بعطيك شجاعة وحيوية معناته المزاج ممتزج القمر بعطيك تقلب والمريخ بيعطيك دفعة وبساعدك على تحقيق بعض الأهداف الشخصية ولكن الأهم أنك أنت تمسك عصبيتك شوي من ردات الفعل عندك بزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل هاي فترة مناسبة لأخذ العطل أو للرحلات أو لأمور إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة لعطارد عطارد بما أنه سعيد بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية والزهرة تعطيك شوي نوع من أنواع المبالغة في الملذات الحسية مما بعرضك لنوع من أنواع الوشايات أو غيرة خصومك منك برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم تهدأ الوتيرة وتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة تظهر خلافات أو التباسات طبائعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم شيء أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أما أكثر مما بتتوقع وأهم شيء أنك تنتبه لصحتك بالفترة هاي بتميل لتضخيم الأمور طبعا وصعوباتها ممكن أنه هيك تكون يعني لازم تكون أكثر واقعية وتستعيد ثقتك وحبك للحياة بتميل للاندفاع بسرعة ولتخطي كل العقبات يعني عندك قدرة على التصميم والإدارة والتفكير العالي الفترة هاي بتحملك زيادة في الربح أو الدعم بيجي عن طريق شراكة أو زواج أو تركة وبيزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما على المستوى العائلي والعلاقات الاجتماعية بتكون علاقاتك مع الزواج تحديدا زوج أو الزوجة أو شراكاتك مرضية بيعطيك نوع من أنواع العطف المودة في بعض الأمور وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك بتحب المديح والإطراء وبتكون برضو مخلص في عواطفك أهم إشي إنه شوي ما تحاول تتعاق باعب بعواطف الحبيب برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء الأهم من هيك إنه ممكن تتعرض بخلال الفترة هاي لبعض خيبات الأمل بسبب بعض الأصدقاء وبزيد تأثير الأصدقاء عليك بالفترة هاي برضو بدك تنتبه إنه ممكن يكون فيه نوع من أنواع الاستفادة في مجال العمل وبتزيد حيويتك وصحتك رغم تظاهرك بالمحبة إلا إنه موتك شوي بتنقصها نوع من أنواع الحرارة بترغب بالقيام بدور اجتماعي مهم وبتحقق استقرار والأمن بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو العلاقة مع الشركاء أهم إشي إنك تستفيد من الفترة هاي لأن الفترة القادمة القمر رح يصير في بيت المتاعب وممكن يكون فيه بعض خيبات الأمل برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية وبدك تحذر من بعض المشاكل اللي بتيجي على المستوى المهني بسبب ارتكاب بعض الأخطاء ممكن انك تتمكن من تحقيق بعض الأهداف المهمة خلال الفترة هاي برضو بتعرف لقاءتك ان الفترة هاي بتكون ممتعة وبكون لها آثار طيبة على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي عواطفك وجاذبيتك مفرطة بتفعل أي شيء لأجل المتعة حاول انك تكون حذر بيزيد حبك للعمل وبتبذل جهد تكافى عليه بتحتاج لتجديد محيطك وهاي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني معني أهم اشي انك انت تنتبه بس من المشاكل اللي ممكن تكون على المستوى المهني أو التقاعص أو الأخطاء برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلد بيكون مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة يظهر تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز بالفخر أهمش انك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش بالفترة هاي بنوع من أنواع المنطق خيالك الجامح بخلق لك مخاوف غير واقعية بتميل لتتبع اندفاعاتك أكثر وبتتخذ قرارات مفاجئة أو ممكن تكون بخطوة مهمة ممكن تقرر على موضوع العلاقة بالسفر أو يعني مراسلات بدون سابق استعداد الشمس بتمنحك تخدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباح عن طريق المعاملات والعقارات وهي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس بتسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بمنزلك بتكون متقلب الأطوار في بعض الأوقات بسبب انكحاسة الزهرة وغير مستقر وما بيستحسن اختيار الشريك بالفترة هاي لأنه ما عندك قدرة على الاختيار الصحيح برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي لكن الفترة هاي بتعرف نوع من أنواع المخاوف أو أشياء وهمية عليك تجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بالأصدقاء أو أصدقاء جيدين وتسلية نفسك بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك الشمس تعطيك سعادة على المستوى العائلي وعلاقات عائلية جيدة الحالة المادية بتكون تقريبا يعني في بعض الفرص الممتازة فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي يعني الأجواء تقريبا بتعطيك نوع من أنواع الإيجابية هاي فترة مهمة برضو لا أمور إلها علاقة بالسفر أو الدراسة أو العمل أو اللقاءات أو الندوات الفكرية ولكن بدك تنتبه من الزهرة اللي بتعمل نوع من أنواع تقلبات وتبدل في العواطف وبيجعلك تتلاعب بقلوب الآخرين أو قلوب اللي بيحبوك برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكون الواجبات وممكن تكثر شوية عليك وبتتزامن وممكن تشعر بنوع من أنواع الهلع أو يعني الارتباك بسبب ضيق الوقت حادر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا تبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وما تتسلط أهم شيء أنه برضو بدك تنتبه أنه نحوست القمر الموجودة هاي بتجعل فيه نوع من أنواع الصعوبات في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك وبتميل للعزلة وعدم الاكتراث أفكارك ومشاريعك يعني ممكن تلقي نوع من أنواع الاستحسان من الطرف الآخر أو من زوجتك أو من شركائك يعني بتعطيك دفعة جيدة ولكن رغباتك الشريهة ممكن تدفعك في طرق شوي ممكن تكون مشبوهة ممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك وتحصل على أرباح سريعة ومفيدة هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية بيلعب محيطك العائلي شوي دور مهم ممكن نوع من أنواع الدعم أو المؤازرة لوضعيتك وممكن تحصل على أرباح عن طريق سفر أو عن طريق أمور إلها علاقة بالتأليف وكمان هاي الفترة بتزيد من قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكون الواجبات أو تكثر الواجبات عليكو بتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية طبعا الأهم من هيك كله بتجدوا نوع من أنواع الصعوبة بسبب انتحاس القمر صعوبة في مجال العمل أو ممكن تشعر بالضيق وممكن تحس أن الحظ شوي ممكن تخلى عنك ممكن تقوم بمبادرة مهمة وتستفيد منها وتتمتع بحيوية كبيرة بالفترة هاي الشمس بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو يعني تكون فيه نوع من أنواع الوضعيات السامية بمساعدة أشخاص دونه ونفوذ وممكن يزيد ميلك للتبذير أهم شيء أنه ممكن تتمكن من إنجاز بعض أعمالك المهمة وتجد سهولة في متابعة دراستك للزهرة شوي لأنها زالت شوي فيها نوع من أنواع الانتحاسة تعطيك نوع من أنواع الطيش ورغباتك بتكون شريها وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك برج القوس تزداد رغباتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة للتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بالنفس عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا بتكون جيدة يعني فترة فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن دك تنتبه من سلبية القمر اللي بتعطيك نوع من أنواع الشعور بعدم الرضا وممكن تشعر بأن الآخرين ما بيفهموك صحيح المريخ بيعطيك نوع من أنواع زياد تحب للحياة وعزمك وبعطيك نوع من أنواع النشاط إلا أن الزهرة ممكن تعرضك لبعض المشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة أو فسخ علاقة تجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك بسبب عطارد الشمس بتعطيك حيوية وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة طبيعة عفيفة بتكون عندك ولكن شوي ممكن تكون متسلط بتزيد حاجتكم لنالتقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط برج الجدي ترغبوا في اتخاذ تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج للمسائل الخاصة والعائلية نوع من أنواع المناقشة ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات بتتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات الجو العائلي بكون مشحون والجو لا يطاق في المنزل بيزيد ميلك للأمور الروحانية وروح التضحية والإيثار يعني تقريبا بكون في عندك نوع من أنواع النشاط عطارد يعني بعطيك هيك علاقات جيدة مع الأصدقاء أو أصدقاء جدد أو ممكن تتعرف على أشخاص جدد وممكن تتلقى أخبار سارة من أصدقاء مقيمين بعيد أو تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع بعض الأصدقاء بس أن الزهرة بتقول لك دير بالك بدك تحذر من اللي بيدعوا صداقتك وبيحاولوا خداعك المريخ بيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلي بشكل واضح برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والتنقلات والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات ولمشاركة في بعض المؤتمرات والندوات ابتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقوم أو تقدم على عمل مهم بالفت الأنظار والإعجاب ولكن دك تحذر من انتحاسة القمر اللي شوي ممكن تعطي نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع محيطك وتكون متقلب وما بيرضيك أي شيء وبتغرغب في التهرب من الواقع والعمل وممكن الدراسة شوي تواجه فيها نوع من أنواع صعوبة المريخ تعطيك زيادة بتأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح والدراسة والمباريات برضو عطارد ممكن يخليك تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفود الزهرة بتكون يعني شوي بتخلي عندك نوع من أنواع الأنانية في علاقاتك وهاي ممكن تتعرضك لخيبات أمل وممكن يتضرر نفودك وسلطتك وممكن تتعرض لانتقادات من محيطك الشمس يعني بتمكنك من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص ذو نفوذ وعلاقاتك بتكون جيدة مع الأصدقاء برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة ولكن بدك تنتبه من القمر المنتحس اللي ممكن يعطي شوية صعوبة في ميدان العمل وترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها هاي الفترة من المريخ الشوي لأنه صار فيه شوية سعادة إله بتحسن وضعك المالي شوي وبتجيب لك فرص لبعض المكاسب ممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص ذو نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين ولكن يعني عطارت برضو بعطيك فرص للتنقلات والاتصالات والحركة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو تعطي رابط للعلاقات أو التعامل مع الغرباء بشكل قوي ولكن الزهرة ممكن تدخل بمغامرة عاطفية بتلحقك منها ضرار خصوصا مع شخص غريب وممكن تعرف صعوبات بتحول دون تحقيق مشاريعك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر